اهلا بكم هذا يوم هام من الغاية خلينا اقولكم ان احنا بنعمل حكات كتير تضر بعيوننا يعني فيه دراسات بتقول ان فيه بعض التصرفات اليومية قد تضر به النظر ضررة كبيرة منها الجلوس قدام التلفزيون لفترات طويلة او قدام الحاسب للفترة طويلة الكلام ده يعني مشهوق في امره لكن خلينا نمشي معاك كلام كمان اللي ترامش ان الواحد ما يرمشي بشكل متكرر برضو ده شيء بيأثر على النظر قلة النوم وجدوا علاقة بين قلة النوم والنظر الاهم بقى لبس العدسات اللاسقة لبس العدسات اللاسقة وجدوا انه ممكن يأثر بشكل كبير جدا على القدرة على الابصار لانه ممكن مع الوقت يدور القرنية ضررة كبيرا قد يكون هذا الضرر حد للغاية العدسات اللاسقة تحمل في طياتها قم بنا موقوتها يا جماعة الناس كمان اللي بتلبس العدسات اللاسقة دي للتجميل انا شايف ان هم بيهرجوا تهريج خاطل يعني تهريج مخيف اللي هو انا عايزة غير لون عناية فبخليها من البني للازرق او من مش عارف ايه للاخضر يا سيدي العدسات اللاسقة دي حاجة يعني خطيرة جدا ولازم لها عناية ودقة وطبعا الناس اللي بتلبسها في العربية وهي ماشية ومشي عارف ايه كلام ده كله في المنطقة الخطورة لازم ناخد بالنا جدا واحنا بنتعامل مع هذه القنبلة الموقوتة اللي اسمها العدسة اللاسقة لكن تبقى قدرة الابصار نعمة كبيرة جدا وضعف الابصار يعتبر شيء لازم نحن نقف قدامه وننظر كيف اعطى الله سبحانه وتعالى العلم هذه المقدرة الرائعة جدا عشان يصحح الابصار تصحيح الابصار والتعامل مع مشاكل الابصار النهاردة يوم شديد الاهمية مع ضيف شديد الاهمية الحقيقة اضاف لنا الكثير جدا بوجوده معنا وكانت نقلة نوعية كبيرة جدا انه اكاديمي مهم جدا يظهر الاعلام سقف الكثير جدا وعدل كثير من المفاهيم الخاطئة حول ضعف الابصار وحول المياه البيضاء وحول مشاكل القرنية قدم الكثير للاعلام الطبي واعتقد انه ما شاء الله ما زال يقدم الكثير للعمل اكاديمي العمل الكلينيكي وايضا الاعلام الطبي في عالم المعلوم القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير واحد من سوبرستار البرنامج سوبرستارز الاعلام سوبرستارز العمل في عالم العيون السيد الدكتور احمد عدساني تكوين الويش نفسه والعينين رسمة العين نفسيها تديك اي حق انه عنده حوال لكنه ما عندهش حوال هل الليذر السطحي أوبشر؟ ولا فيه حالات ينسبها الليذر السطحي؟ وحالات لم ينسبها الليذك عشان أنا مكتب لي هجيلي مياضيتي في نوع تاني من ضعف النظر بقى اللي هو نتيجة تلزق نفسه هنا لازم نتدخل الدكتور أحمد عساف أستاذ طب وجراحة العيون طب عين شمس زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية عضو الجامعية الأمريكية لطب وجراحة العيون عضو الجامعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء عضو الجامعية الأمريكية لإصلاح عيوب الإنكسار سبع أبحاث منشورة دوليا سبع تاشر بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجامعية الأوروبية صديق العزيز صديق العزيز اللي بسعد جدا بي قدوم وزيارته الرائعة السيد الدكتور أحمد عساف أهلا بيك دكتور أحمد أهلا وسهلا سعيد بوجودي في وسطك وسعيد بمقابلتك أخيرا بعد سنة لا واحنا حالات موجودة كتير بزعنا يعني قليلة من سجل جديد نظرا لانشغالك أنت على طول ما بين مؤتمر دي مشكلة فيها أه يعني أمريكا آخر مؤتمر لوس أنجلوس المؤتمر الدولي لتصحي الإبصار صح؟ مؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لإصلاح الإبصار والمياه البيضاء وجراحات المياه البيضاء ده كان مؤتمر يعتبر مؤتمر كبير جدا بمؤتمر دولي بيحضروا كافة الأطباء وجراحين العيون على مستوى العالم هو القوة المؤتمر أنه هو مركز أساسا في المياه البيضاء والجديد في جراحات المياه البيضاء وعمليات إصلاح حيوب الإبصار زي الليزك أو زرع عدسات أو أي عمليات تانية لإصلاح حيوب الإبصار فتركيز الناس كلها اللي هي بتحب تشتغل في الجزء ده تحديدا بيحصل يعني معظم الجراحين بيحبوا يرتادوا هذا المؤتمر أنت جبتوا شهادة دي دي الشهادة دي شهادة الإنجاز دي من الجامعية الأمريكية اللي طبه جراحة العيون حتى ما منسيبش حاجة حتى ليه الشرف طبعا يعني تشرف إنه هو يعني من الدكاتر اللي هو يحصله على هذه الشهادة في سنة 2017 لـ 2017 دي حاجة رائعة جدا جدا دي يعني تساوي شهادة الإيجادة أو شهادة الجودة بالزبط بالزبط سرتفكات بالجودة هروح للمية البيضة بقى يعني إيه مية البيضة نبدأ نشرح للناس طبعا إحنا اتكلمنا وأكيد السادة المشاهدين عارف عن إيه مية البيضة بس أحب التكرار برضو إنه هو في ناس برضو لسه لازال عندها الاعتقاد إن المية البيضة هي سائل لون وأبيض بتكون جوه العين وبيحجب الرؤية وعشان كده المريض ما بيشوفش كويس لا هي المية البيضة هو عتامة في عدسة العين البلورية لأسباب كتير أشهرها التقدم في السن فهنا وقت الانيميشن اللي موجود دلوقتي إن العدسة المفروض تكون شفافة عشان تجمع الأشعة وتكون صورة على الشبكة لما بتعتم المنظر ده بتاخد ألوان مختلفة بتحجب الرؤية بحيث إن الأشعة لما بتيجي تعدي من العدسة ما بتتشتت ما بتتجمعش في صورة واحدة على مركز الإبصار وبالتالي الصورة ما بتبقاش واضحة بدلا ما يبقى الواحد شايف صورة بالمنظر ده بتبتد الصورة تغبش وتعتم وتطفي وألوانها تتغير المريض بيحس بتدهور في النظر بس مش تدهور حاد عشان برضو فيه ناس بتتخضط يعني بتعتقد ممكن تصحى من النوم مرة تلاقي عندها مية بيضة لا يبقى فيه تدهور بطيء في النظر والحل الوحيد حتى هذه اللحظة لا فيه أطارات ولا فيه علاج ولا فيه مراهم للمية البيضة غير هو عملية مية البيضة وهي عملية تحديدا تفتيت عدسة العين المعتمة اللي هي فقدت الوظيفة بتاعتها ويستبدالها بعدسة تانية صناعية مزروعة جوه العين ده فكرة العملية المية البيضة باقتصار شديد وبالتالي برضو عايحب أأكد لسهد المشاهدين مفيش عملية مية البيضة بدون زرع عدسة علشان فيه ناس تقولنا يسحب المية البيضة ومالهاش لازم العدسة يا دكتور علشان احنا بنسمع ان العدسة دي مؤزي طبعا بيخلط الامر ما بين عدسة لسقة زي ما حايقلت في مقدمة البرنامج والعدسة اللي بنزرعها جوه العين فهنا فيه فرق شاسع ما بين الابنين فلازم مية بيضة معناها زرع عدسة لازم عدسة لقطة دي عدسة بتخط فوق القرنية بالزبط المعروفة يعني العدسة على وسطها المعروفة لكن دي عدسة بتزرع بتزرع جوه العين بالزبط كده التشخيص سهل بالأجهزة نقدر نعرف أكيد أكيد التشخيص سهل جدا ومفيش أي مشكلة خالص وبنقول لما يكون فيه مية بيضة وبنقول للمريض والله أنت عندك مية بيضة المية بيضة لها درجات برضو بالمناسبة ممكن تتقسم من واحد إلى ستة مش كل الدرجات لازم يلزمها عملية برضو أحب أوضح للسادة المشاهدين أن في بعض الناس بينزعج جدا يقول لأن عندي مية بيضة أنا هعمل عملية وإمتى ممكن تعمل مية بيضة وعندك مية بيضة وتعيش بيها شوية يعني ممكن ما تبقاش مؤثرة على حدة البصار بس القاعدة العامة بنقول لها ده لكل المرضى إلا ما يجي لك مية بيضة كلما بيكون بدري في عمل لعملية المية بيضة كلما النتيجة بتكون أحسن وأضمن ما تأخرش إلا لو ظروفك مش مناسبة يعني أنت مسافر لظروف قاهرة أو عندك ظروف مثلا أسرية ابنك في الامتحانات أو مستني حد يجي لك من السفر بعد شهر أو شهرين ما فيش مشكلة طالما أن درجة المية بيضة تسمح في بعض الناس بيجي لنا في مراحل متقدمة جدا من المية بيضة لازم تعملوا العملية بسرعة إزاي نعالج المية بيضة؟ هي برضو أنا المية بيضة منهاش علاج بمعنى علاج طبي هي علاج جراحي طي فيه طريقتين شائعتين لعمل المية بيضة كنا زي ما من كلم عن الجراحة دلوقتي بطلنا إن نكلم عن جراحة خالص بيننا إن خلاص ما بناش نعمل جراحة بننا نعمل الموجات الفوق الصوتية أو الطريقة الحديثة اللي إحنا بنكلم عليها أو كلمنا عليها في المؤتمر اللي هي الفامتو الليزر في الجراحات المائية الفرق بالضبط كده هوا إن انت فيه الموجات الفوق الصوتية أنا بفتة العظة الجscheinlich جواب الآيين بالموجات لاحسين الموجات الفوق الصوتية دي سلحزوا حدين ممكن تؤثر بصورة سلبية على أنزجة العين الداخلية خاصة أنزجة القرنية أو الخلايا المبطنة للقرنية قرنية جزء الخارجية من العين المهم عشان ما نخشش في تفاصيل كتير ممكن تؤثر بالسلب عليها إن الفيمتوليزر هنا دلوقتي فيه برنامج ده برو جرامينج أنا بفصل كاني بعمل بطرون بفصل أنا أعايز الفيمتوليزر يشتغل إزاي على كل عين أنا هشتغل عليها ممكن العين المين حاجة ولا عين الشمال حاجة تاني وكل عين ليه برنامج خاص بي هو بنقدر هنا هوتنا أنا بحدد الخطة الليزر أو خطة العملية هتشتغل إزاي عايزة صلح استجماتيزم هقدر صلح استجماتيزم عايزة فتت العدسة بطريقة المعينة هقدر فتتها طبعا هنا مش هتكلم على دقة الليزر هنا دقة الليزر غير مهما كان مهارة الجراح مهما كان الجراح ده ماهر في عمل هذه الخطوات مش هيبقى زي دقة الليزر وبعد كده هوت المريض بيقعد تحت الجهاز الليزر هنا هوت بيعمل نقدر نقول حوالي 60 أو 70% من خطوات العملية المية البيضة بدون ملعين تتفتح من أساسه إن شعع الليزر بيقدر يعدي من الأنسجة الشفافة فعندنا القرانية دي نسيق شفاف اللي هو الشباك اللي احنا بتشوف منه فشعع الليزر إن هوت بيعدي من خلال القرانية هنا هو ده احنا بس بنسبت الجهاز على عين العين ما فيش أي قلم خالص العين بيعمل العملية هو صاحب المناسبة ممكن ياخد قطرة بس مخدرة تخدر سطح العين لكن العين بيبقى صاحب بيتنفس بيتكلم لو في حاجم دايقاء بنطلب منه بس الهدوء والتركيز في ضوء قدامه بحيث إن هو السبات العين هنا مهم جدا ودي خطوات المية البدرة زي ما تشافين دي خطوات حقيقية الموضوع بياخده حوالي عملية لايف حقية بياخده دقيقتين تلاتة والشاشة اللي جنبينا هنا هوت بتبقى لنا مصاري العملية ونقدر نعدل كمان في خطوات العملية ونقدر نعدل كمان لو أنا عايزة أغير خطة العملية نفسيها اكتشفت مثلا على سبيل المثال إن عنده استجماتيزم أكتر من اللي أنا مدوقع وموك أصلحه والمية البدرة شايفة أكتر ممكن أفتتها بطرقه بطريقة مختلفة بوجه الجهاز في مصاري الليزر بطرق مختلفة أو شايف إن الجهاز خلاص أدى يعني شاف أبعاد العين من الداخل بصورة مرضية بالنسبة للجراح بنبتدي بعد كده الليزر يشتغل ويصلح يفتت المية البدرة كده كل ده والعين مش مفتوحة أنا بأكد العين مش مفتوحة وهنا مصدر الأمان فيها عملية الفيمتوليزر يعني إحنا هنا هوت العين ما تفتحتش من أساسه خالص كل ده ده حلمي كان بالنسبة لأنه أنت تعمل تفتت العدسة اللي جوه العين وتعمل مكان لزرع العدسة اللي جوه العين تحضر العين لاستقبال العدسة اللي هتتزرع بعد كده عشان المريض يشوف بيها لو عندك استقباتيزم كمان تقدر تصلحه وأنا ملمستش عين العين والليزر هو شغال وعين العين ما تفتحتش وفي نفس الوقت الدقة المتناهية بتاعت الفيمتوليزر احنا هنا بنتكلم بدقة بحدود المايكرونز اللي هو بالواحد على الألف من الملي فهنا هو ده حرك شوف مصاري العملية هي حوالي 70 ثانية الليزر هيشتغل يكون خلصنا العملية كلها الموضوع ده من أول والآخر بياخد حوالي 3-4 دقايق يعني ده الجزء بتاع الفيمتوليزر بس لا غنى في هذه الحالة برضو عن الموجات فوق الصوتية لازم نستخدم موجات فوق الصوتية بس بصورة أقل بكتير من الطريقة التقليدية العادية هي حتى هذه اللحظة هي الشائعة بنعملها في معظم الحالات هنا هوت زي ما بقولت انت جبت حالك مثلا عربية بتقدر تسوق لوحديها انت بتقوله انا عايز اروح من المنطقة نقطة ألف لنقطة بيه وعدي في السكة على السوبر ماركت عشان عايز اشتري شوية حاجات وخلاص انت عملت خطة البرو جرام بتاعك او خطة الخطة اللي انت هتمشي عليها وبعد كده بتدوس على العربية هي تتحرك وتؤدي اللي انت المطلوب منها بالضبط زي ما انت حديدت لها تماما بس مثلا في الآخر انت محتاج انت توقف العربية بعد كده هوت لازم تشوف العربية دي ماشي في طريقها مضبوط ولا لا زي ما انت شايفين هنا هوت المريض بعد ما خلصنا جزء الفيمتوليزر المريض بيبقى صاحي هيقوم دلوقتي هيتحط على سرير تاني علشان نبتدي نجهز للموجات فوقسطية او نجهز العدسة اللي هنزرعها جوه العين الجزء المتبقي من العملية لا يعادل اكتر من 20-30% من عملية المياه البيضة نفسها يبقى فيه حوالي 60-70% عمل بالفيمتوليزر من غير ما العين تتفتح واختصرنا الوقت العين هتبقى فيه مفتوح علشان اشيل التفتيت التفتيت اللي حصل في العدسة بالليزر بسحبه بالموجات فوق الصوتية وبزرع العدسة لجوه العين نسي تسأل طب انت هتزرع العدسة ازاي والعين مفتوحة لا بيبقى فيه فتحة بتتعمل برضو بالليزر حوالي 2 ميلي العدسة بتخش مطوية جوه العين وتفرق بعد كده جوه العين الفترة لما العين فيها تفتحة قليلة ده بيبقى يترجم في صورة امان اكتر في المية البيضة كلما العين اللي هي الفترة اللي هتبقى مفتوحة عشان ازرع العدسة او عشان اشيل المية البيضة تكون اقل كلما دي فترة امان اكتر السؤال الكلاسيك دايما بيسألون الناس هل يمكن ان تعود المية البيضة مرة اخرى بعد كل ما فعلنا من فمتو ليزر وزرعت عدسة سؤال مهم جدا ودايما بنتسئله كتير قوي تقريبا بنسبة 90% من كل العينين يسألوا هو المية بيضة ترجع تاني والاجابة لأ بصورة قاطعة مفيش مية بيضة بترجع تاني بس في بعض الناس بنسبة نيضة نقول 20% بيحصل لهم عتامة في المحفظة الخلفية المحفظة الخلفية هي نسيق شفاف اللي هي بنحط عليه العدسة لما بزر عدسة جوه العين بزرعها على حاجة اسمها المحفظة هي عبارة عن زي سطارة شفافة تماما بزرع عليها العدسة لانا حطتها مكان المية بيضة بزرع عدسة بحطها على ايه بحطها على محفظة الخلفية بنقول عليها بالبلد كده سطارة شفافة جوه العين ساعات السطارة دي بتعتم عند بعض الناس وما فيش اسباب يعني معينة نقدر نقول هي دي السبب أو نتوقع ان المريض ده الاعتامة دي هتظهر عنده والمريض ده مش هتظهر عنده السطارة دي لما بتعتم بيبقى علاجة بسيط جدا بنامل جلسة ليزر بنشيل العتامة دي بجلسة ليزر مش عملية وبأكد مش عملية المريض بيبقى قاعد على جهاز بهدومه عادي جدا مش هيعيد العملية تاني ولا يخش قط العمليات تاني يمكن بسبب الموضوع ده الناس بيتهيق لها ان الماء بدأ بترجع تاني فبنقول لهم لا ما بترجعش تاني في بعض الناس بنسبة 20% بيجي لهم عتامة في المحفظة الخلفية بيلزمها اجراء بسيط جدا اسمه جلسة ليزر في حدود 10 ثواني بالظبط بيهدومه في العيادة مش في العمليات وبيمشي على طول عايز احط مقارنة بين الاشياء وبعضها يعني واشنع بنقارن بين الفيمتو وبين العملية او بين الفيمتو وبين الالتراسان لو حطناهم جنب بعض ونجمل للناس او نفاهم الناس الفرقات بين الاتنين ايه؟ الفرقات بين الاتنين هنا هوت زي ما تكون حضرتك انت بتعمل حاجة يدوي وبتعملها بالليزر يعني هنا هوت مثلا على سبيل المثل لو بصنا على الشاشة هتلاقي هنا هوت ده على اليمين ده ده الفيمتو ليزر اللي على الشمال بيقولك تشريح العين الليزر هيشتغل ازاي لو احنا بصنا هنا هوت المياه البيضة نفسية لو احنا كبرنا حتى نبص على المياه البيضة في ناحية الشمال هنا ده الجراحة بقى التقليدية العادية انا بخش بمشرة بفتح فتحتين في العين وساعدي وبتلاث فتاحات بعمل حاجة بقشر المحفظة الامامية بتاعت العادسة بقشرها بأيدي فبتطلع مشارشرة ما بتطلعش مدورة مظبوطة بتطلع ممكن معوجة شوية صغيرين ده بيخلي العادسة ما بتبقاش موجودة في مكانها مظبوط ساعات بتعمل العادسة تبقى ملوية شوية زرين بعد لما ازرعها ما بتبقاش مظبوط هنا الليزر بص حقيقي الليزر بيشتغل بشوعيع هو بيفتح بيعمل الفتحات اللي انا عملتها والفتح اللي انا بعملها في المحفظة العادسة الامامية بتتعمل بالليزر بتطلع دائرة مظبوطة كأنك بالزبط عملت الشباك بدأ ما تشتغل بشاكوش وآجنة انت عملته بالليزر فلما تعمل بالليزر بيطلع مظبوط بالملي لك انت تشغل بشاكوش وآجنة وعمرك ما هتوارد تظبط هيطلع معوك شوية صغيرين الشباك انت حفرته ده معوك شوية صغيرين مش منتظم هنا الفمتو ليزر بيفتت العرس والفمتو ليزر بيكون آمن جدا على أنسجة العين الداخلية على عكس الموجات الفوساطية لما بيفتت العرسة نفسيها قبل ما نحن نسحبها ده بيبقى حنين قوي على أنسجة العين الداخلية فبالتالي أنا ضامن هنا هوات في بعض الناس مش هيجي لهم تأثير سلبي وده مهم جدا عند بعض الناس عندهم التابات مزمنة في العين أو عندهم مشاكل في أنسجة العين الداخلية مهم جدا نحن نعمل لهم الموجات الفوساطية بأسف الفمتو ليزر ونتجنب الموجات فوق الصوتية في حالته وبعد الكدوات بنزرع العدسة اللي جوا لي فطبعا الخطوة دي الخطوة يمكن الوحيدة المانيول أو التقليدية اللي بتتعامل أو الجراحة اللي بيعملها زيادة شوية صغيرين في الفيمتوليزر لكن الموجات فوق الصوتية احنا بنعملها من أولة لأخرة بتعتمد على مهارة الجراحة الفيمتوليزر لا هي بروجرامينج برمجة لغاية زرع العدسة بعد زرع العدسة انت الجراح بس خلص العملية وخلص خلص طبعا كده يتفوق طبعا الفيمتوليزر ممكن صلح الأستيجماتيزم هنا في حاجة عملية زمان اسمها تشريط قرانية كان بيتعامل بالطريقة الأدوية وليها مشاكل كتير جدا احنا في غير ان احنا نذكرها بالفيمتوليزر ما لقناش المشاكل دي خالص ندقة الليزر هنا بنستفيد منها فنقدر نصلح الأستيجماتيزم بصورة عالية جدا ونضمن المريض ان هو كمان يستغن عن نظارة المسافات بعد العملية في كم حاجة مهمة عشان نستفيد من وجودك معي هيبو سرع شوية مش عايزة تسيب حاجة هسمعك السؤال الأول لهاني عفيفي السؤال ده برضو منطقي وإيه بس كتير بتفكر فيه تعال نشوف هاني عايزة يسألوا لي مرض المياه البيضة بيتسبب بالعمى لحوالي 20 مليون شخص حول العالم كل سنة في منطقة الشرق الأوسط المياه البيضة هي المسبب لأكتر من 51% من حالات العمل مرض المياه البيضة بينتج غالباً عن تقدم العمر 42% من الناس اللي عمرهم بين 52 و 64 سنة ممكن يصابوا بيه لكن ممكن تكون الإصابة بالمياه البيضة بسبب التعرض للإشعاع أو الخبطات أو الإصابات وممكن كمان الشخص يتولد به يا ترى إيه أهمية إجراء عملية المياه البيضة وإلى أي مدى بتحسن الرؤية عند المريض بعد إجراء العملية وهل عدم إجراء العملية مع الالتزام بالقطرات للعلاج يؤدي لمضاعفات؟ سؤال هاني مخيف ده مش سؤال واحد ده 3 سئلة بس إحنا طبعاً إحنا نتكلمنا على العملية وتحسن الإبصار لكن خليني أروح ليه الجزء اللي هو عدم إجراء العملية وناخد قطرة ده ممكن يعمل إيه؟ لا مفيش قطرة المياه البيضة لازم نأكد الكلام ده يعني أرجوكو في بعض الناس يقولك ديني قطرة ده قاله في بحث شفناه على الفيسبوك أو شفناه على كذا اللي يجيب قطرة من العرق اللي يجيب قطرة من المستخلص مش عارف إيه أو بيحط عسل في عينيه أرجوكو الكلام ده مش مزبوط أرجوكو مفيش حاجة كلام ده كلام ده مش علمي الكلام ده واحد يكتب أي حاجة هو عايزة يكتبها على حسب معتقداتك طبعاً مش مزبوط الكلام ده مفيش علاج حتى هذه اللحظة دا مياه البيضة ولو علاج هذه اللحظة للماية بيضة لو فيه فعلاً أترة كانت العلم كله كيف نتعامل معها؟ في الأطفال كيف نتعامل معها لازم نتعامل عملية ميا بيضة لازم في الأطفال دي ودي خطيرة جدا بس مش كل الأطفال بنعملهم ميا بيضة أولا في ميا بيضة نسيت أذكر الأسباب طبعا في أول حلقة إنه من ضدنا أسباب الميا بيضة في أسباب خلقية إنه ممكن طفل يتولد عنده ميا بيضة مش شرط يكون الأب والأم نتيجة تورست من الأب والأم ويكون حصل حاجة في الحمل المهم إنه في درجات برضو من المية بيضة في الأطفال الصغيرين مش كل الأطفال عندهم مية بيضة بنعملهم مع عملية بالعكس في أطفال بيعيشوا بالمية بيضة بتاعتهم بيشوفوا 6 على 6 وبيلبسوا وممكن يلبسوا ندارات أو ملبسوش ندارات وبيسوق عربية وبيتجوز ويخلف ويشتغلوا زي الفول في مية بيضة فعلا بتحجي بالرؤية عند الطفل الصغير وهنا لازم يبقى التدخل سريع وحاسم ويتامل عملية بس ساعات بقى بنزرع عدسة ساعات بقى بنزرع عدسة دي ممكن نخليها في حلقة تانية دي عايزة كلام كتير يعني فيها بإنك أنت قلت التدخل حاسم وسريع عند الأطفال الأطفال دايما بيحيط بهم برضو فكرة الحاسم والسريع قضية أثارت جدل الحاول عند الأطفال هل نتدخل لعمل عملية لازك للأطفال اللي عندهم حاول ولا لا سؤال عايز تفصيل بس عايزة بهمهم من الجد لا حاول للأطفال فيه أنواع كتير من الحاول حاول ممكن يكون ناتجة عن ضعف في عضلة من العضلة دي لازم يحل الجراحي بفيش حل الليزر ده حل الجراحي لأن العضلة الضعيفة بقوية وخلاص ده لو مشكلة عبالية بالزبط لو مشكلة نتيجة ضعف في الإبصار وده شائع جدا ما بنعملش الليزك لا خالص لأن هو الطفل الصغير ده نظره متغير أنا لو هعمل الليزك النهاردة على مقاس المقاس ده مش سابت بعد سنتين تلاتة المقاس ده تغير خالص والطفل هيرجع يلبس نظرة وقد يكون الحاول يرجع تاني ويبقى أكتر من الأول ثانيا عشان نعمل الليزك فيه فحوصات بنعملها علشان نقول هذه العين ينفع لها الليزك ولا لأ الفحوصات دي صعب تعملها في طفل عنده ست سنين أو أربع سنين أو سنتين أو ثلاث سنين صعب جدا انت تقيس سمك القرانية وتشوف التوبوغرافية بتاعت القرانية في الأطفال الصغيرين أنا أعتقد أن دي يعني الليزك بنعمله يعني بس أشابه واضح برضو وضقيق في كلامي بنعمل الليزك في الأطفال في حالات وليلة جدا لما يكون في ضعفة في عين واحدة بس ما آس على سبيل المثال السادة المشاهدين فيه عند الأطفال يبقى عنده عين فيها سالب تسعة وعين تانية سالب واحد الفرق هنا ضخم جدا لا يمكن تعويضه بالنظرة وصعب الطفل اللي عنده ثمان سنين ده أو ست سنين تلبسه عدسات لسقة في العين الضعيفة فاحنا بهذه الحالة بنعمل لزك أو سعب بنعمل زرعة عدسات ده الحالة الوحيدة اللي ممكن تتدخل جراحيا أو بالليزر في وجود حاول عند طفل عشان فيه فرق كبير في المقسات ما بين العين اليمين والعين الشمال لكن طفل عنده عينين لتنين عنده ضعف نظر ويلبس نظارة وعنده حاول هقول له أعملك لزك عشان أضيع الحاول لا ده كلام غير علمي بالمرة وأعتقد أنه ده سلبي جدا 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 في الطفل العزيز ألو سيد الدكتور رحمة العصير كان أفيد الدكتور خليكوا دايما معنا